حكايتنا النهاردة عن شاب اسمه طارق اللي بيحكي وبيقول ان هو اتولد في وسط عيلة تعتبر حالتهم المادية فوق المتوسطة ابو مسافر بيشتغل في دولة خليجية وكل اللي ما بينهم ان هو بيشوفه اسبوع في السنة وكان ليه اخت بنت اصغر منه وامه كانت ايمة بدور الاب والام بس كانت واخدة الموضوع تحدي مش مجرد تربية وكانت دايما عايزة تبين لجزها المتغرب الشقيان انها قد المسئولية وانها صينة بيته وولاده ومربيهم احسن تربية بس المشكلة انها زودتها شوية مع اولادها وطارق بيقول ان امه كانت بتتعامل معابه انتهى القصوة وبالذات عشان هو ولد ودايما كانت تقوله انت كبير وكانت قفل عليه بطريقة صعبة جدا هو واخته مفيش تلفزيون ومفيش لعب المذاكرة طول الوقت حتى لما طارق كان بيشوف اصحابه في المدرسة بيحكوا عن خروجاتهم ولعبهم كان بيستغرب جدا ولما كان بيقول لامه كانت بتقوله دي عيال فشلة وعيال بايزة انتو حاجة تانية كانت دايما بتكرر الجملة دي لحد ما بقتش فاهم حاجة تانية دي معناها ايه حاجة حلوة ولا حاجة وحشة وكبر طارق هو واخته بس تلعن طوائيين جدا بسبب المعاملة الصارمة اللي امهم كانت بتعملها لهم ودخل سنوية عامة ولقى امه زودت العيار جدا اكتر من الاول بدرجة انها كانت بتخليه ما ينامش علشان يذاكر ولو لقيته سرحان تنزل عليه ضرب وإهانة وبتقوله التقي ربنا فينا عايزة شوفك دكتور للدرجة ان طارق بيقول انه هو جاب مجموع كبير في السنوية العامة فعلا دخل كلية الطب بس تلعب امراض نفسية اكبر من مجموعه ووصل به الموضوع انه كان بيعمل حمام على نفسه وهو نايم ووصل به الموضوع انه هو كان بيعمل حمام على نفسه وهو في السن ده وامه ما كانش بيهمها اي حاجة غير انها دخلت ابنها كلية الطب وحست انها كده ماشية صح ومهمها الشخصية الطارق اللي حرفيا اتدمرت حتى لما دخل الكلية كان عنده رهاب اجتماعي كل اللي يشوف ويعرف ان هو انسان مش طبيعي ما بيعرفش يتكلم مع حد ولا لي اي صحاب وبالنسبة لي العالم كله هو عبارة عن امه وبس وكان طبعا طارق هو مادة السخرية والتنمر ما بين زميله وكان مش ملاحق ما بين اسود امه وتنمر زميله في الكلية طارق بيقول انه لحد ما وصل سنة تانية ما كانش لي اي صحاب وحتى ما كانش يعرف يروح اي مكان لوحده لازم امه اللي توديه مرة واثنين لحد ما يعرف يروح حتى الشارع ما كانش بيعرف يعديه وهو في الجامعة اتعرف على واحد زميله اسمه ادهم اللي حاس ان طارق شخصية كويسة بس ظروفه وحشة وبدأ ادهم يخرجه ويعرفه الدنيا اللي كان محروم منها وبدأ يغير شخصية طارق اللي حكايله حكايته وادهم عارف السبب وصعب عليه طارق وبدأ يخرج معاه ويتكلم معاه ويخرجه من اللي هو فيه وطارق كان مصدوم ان فيه حاجات في الدنيا كانت فيتاها واكتشف ان امه هي الغلط وهي كانت مفهماة طول الوقت انها بتعمل كده علشان مصلحته وانه هو صغير ومش فاهم حاجة وانطلق طارق في الدنيا ما بين خروج وصهر وطبعا امه ما كانتش بتسكتله وكانت الخناءات شغالة على طول وعرفت ان ادهم صاحبه هو السبب في كل ده فعملت خطة انها تبعدهم عن بعض وقالت لطارق لو عاوز تجيب ادهم صاحبك في البيت مفيش مشكلة على الاقل ما تصهروش بره وتضيعوا فلوسكم ووافق طارق وهو فرحان جدا وفاكر ان امه اخيرا اتغيرت وراح ادهم بيت طارق لأول مرة وقعد معاه وبقى بيروح له على طول وفي يوم امه طارق كلمت ادهم وقالت له تعالى علشان طارق عاوزك وراح ادهم بحسن النية واكتشف ان طارق مش موجود في البيت وامه طارق كلمت طارق وقالت له تعالى ودخل لأ ادهم في البيت فاستغرب ولأ امه بتقوله شوف صاحبك جاي علشان يتهجم عليها وحاول يكلمني كذا مرة وانا كنت بصده طبعا ادهمت صدم من اللي بيسمعه وحاول يمشي بس طارق اتخانق معاه وامه سلكت ما بينهم ومشت قدم وطارق قاعد يعايد زي العالي الصغيرة علشان اتصدم في صاحبه الوحيد وامه عامل انها زعلانة بس هي من جواها كانت طايرة من الفرح وطارق قرر يدور على صحاب غير ادهم وتلمى على شلة قال ما يتقال عنها ان هم اصدقاء السوق وكانوا بيستغلوا طارق علشان معاه فلوس وخلوه يشرب معاهم ممنوعات وادمانها وبقى كل يوم صهر وشرب وفي يوم قابل ادهم صاحبه اللي فاهموا انه هو ملوش علاقة باللي حصل وان امه كانت بتجذب عليه ولما طارق عارف قرر يشرب على الاخر ويروح لامه واعترفت انها عملت كده علشان خايفة عليه وقال لها ادهم ده صاحبي الوحيد واللي عرفني الدنيا اللي انت كنت منعاني عنها وقال لها انا دلوقتي بقيت مدمن ومريض نفسي بسببك وحياتي اتدمرت كل ده علشان تثبتي ان انت النكحة اللي مفيش منك وانهارت امه وخدته في حضنها وقررت انها توديه مصحة وتعالجه وصلحته على ادهم صاحبه وقررت انها تبقى ام مثالية بجد وبقى بتعامل طارق معاملة كويسة وطارق اتعالج وبقى دكتور مهم والدرس اللي لازم نتعلمه من الكصة دي انك اوعى تقس على ولادك علشان تحقق هدف معين او هدف انت نفسك معرفتش تحققه سيبهم يعيشوا حياتهم وخليك سند ليهم بجد